السلام عليكم رحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية معرفة مساحة التخزين في الكمبيوتر او اللابتوب ولا تنسون دعم نبلاعيك واشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كلّ عليكم تسوّونا ترهون على قائمة إبداء تضغطون عليها بعدًا من هنا ترهون على خيار installing أو الإعدادات رح تفتح معاكم هذه الواجهة كلّ عليكم تسوّونا ترهون على خيار system وبعدًا من هنا ترهون على خيار storage أو التخزين فمباشرة يا شباب رح يظهر معاكم مساحة التخزين في الكمبيوتر الخاص فيكم فهنا ظهر معانا القرص C المساحة الإجمالية 464 أما المساحة اللي استخدمناها اللي هي 216 جيجا وهذه المساحة المتوفرة المتبقية في نفس القرص وهنا معلومات إضافية توضح لكم من راحة القيقات المستخدمة أما يا شباب إذا حابين تروحون على مساحة القرص الثاني إذا كان عندكم أكثر من القرص مثلا القرص D فكل عليكم تسونا تضغطون على هذه الأيقونة رح يظهر معاكم الأقراص المتوفرة تختارون C أو D رح نختار مثلا القرص D رح يوضح لكم هنا المساحة المستخدمة وفي إيش استخدمت بالضبط أيضا يا شباب عندكم طريقة ثانية عشان تعرفون مساحة الجهاز كل عليكم تسونا تروحون على البي سي تضغطون عليه وبعدين من هذه الواجهة بشكل مباشر رح يظهر عندكم الأقراص المتوفرة القرص C والقرص D فهنا يا شباب رح يبين عندكم نفس المعلومات المساحة المتوفرة الإجمالية وأيضا هذه المساحة المستخدمة فهذه كانت طريقة يا شباب كل اختصار لا تنسون دعما بلاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة